موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية باسم الله الرحمن الرحيم اطلع محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر على سير العمل في مشروع استكمال شق وتوسعة المدخل الجنوبي بمدينة الغيظة والذي يأتي بتمويل من سلطة المحلية وتنفيذ الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات جاء ذلك خلال اللقاء المحافظ بن ياسر بمدير الشركة العربية الوطنية للهندسة والمقاولات بادر مسلم هيبس وخلال اللقاء سمع المحافظ بن ياسر من مدير الشركة المنفذة إلى شرح حول سير العمل في المشروع مؤكدا على أهمية تنفيذ العمل بالمشروع وفق المواصفات والمقاييس الفنية والمتطلبات المحددة للمشروع والذي يأتي للحد من الحوادث والاختناقات المرورية في المدخل الجنوبي لمدينة الغيظة مؤشدا بالأعمال المنجزة في المشروع وداعيا إلى زيادة وطيرة العمل لإنجاز المشروع في الفترة المخصصة للتنفيذ المحددة بستة أشهر وقع محافظ محافظة المهرى محمد علي ياسر على محضر اتفاق بين سلطة المحلية بالمحافظة ووزارة الأشغال العامة والطرق بجأن السئناف العمل في مشروع توسعة وتأهيل طريق المكلة سيحوت الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بالقائم بأعمال مدير وحدة تنفيذ المشاريع بديوان عام وزارة الأشغال العامة والطرق ياسين الصبري وأكد المحافظ على أهمية السئناف العمل في مشروع الطريق الحيوية الرابط بين محافظتي المهرى وحضر موت مبديان سعداد السلطة المحلية بتدليل كافة الصعوبات أمام تنفيذ المشروع هذا وينص محضر اتفاق المعالجات على التزام السلطة المحلية بالمهرى بتوفير المشتقات النفطية لاستكمال الأعمال المتبقية من منطقة حساي إلى مسايحوت فيما يتكفل الصندوق العربي ببقية التكاليف للمشروع دشنا محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن طاهر في منطقة طور القطابة التابعة لمديرية الخوخة توزيع المساعدات النقدية للدفع السادسة المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع التي تستهدف 17 قرية في المديرية وخلال التدشين شدد المحافظ على ضرورة أن يشمل توزيع جميع النازحين والمحتاجين من السكان وعلى سمرار هذه المشاريع لما لها من أثر مباشر على المواطنين من جانبه أوضح مشرف فريق الأمن الغذائي بالمنظمة عادل إيهاب أن إجمال المبلغ الذي سيتم توزيعه لهذه الدفعة هو 232.564.000 ريال سيتم توزيعها في 17 قرية بالمديرية يذكر أن المرحلة السادسة تسهرف 2194 أسرة خلال تسعة أشهر بدأت في شهر أكتوبر من العام الماضي وستستمر إلى شهر يونيو من العام الحالي فضل بن الله سبحانه وتعالى بدأت اليوم تدشين توزيع مبالغ نقدية المقدمة من منظمة العمل لمكافحة الجوع والتي تقريبا سيكون العدد الإجمال في مديريس الخوق أكثر من 2100 مستفيد والمبلغ تقريبا أكثر من 230 مليون ريال يمني بواقع 106.000 لكل مستفيد الحقيقة أن هذه المنظمة دائما تقدم مساعدة جيدة جدا وهي معنا لها فترة طويلة سوى سوى نقدية أو عينية ناقشت لجنة طوارئ جائحة كورونا بمحافظة شبوة ناقشت في اجتماع لها برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبد الربو هشلة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا وسعرض الاجتماع الذي ضم مدرع عموم وقيادات المكاتب التنفيذية القضايا والموضوعات المتعلقة بوضع الجائحة والسبل والإجراءات الكفلة بمواجهتها ومكافحتها وأوضح مدير مكتب الصحة والسكان بالمحافظة دكتور سعيد بافاضل بأن إجمال عدد الحالات المصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 81 حالة مؤكدة بلغت الوفيات 9 حالات وأكد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتعليمات وزارة الصحة مشددا على الدور التوعوي والتثقيف الصحي المجتمعي للاتزام والتقيدي بالإجراءات الاحترازية دشنا وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الربو مفتاح مشروع المساعدات الإنسانية المقدمة من قبل الأشقاء في دولة الكويت والتي تنفذها التواصل للتنمية الإنسانية وبإشراف مؤسسة رحمة العالمية مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعده الزميل محمد الجداسي الكويت إلى جانبكم وضمن حملة اليمن تستغيث دشنا وكيل محافظة مارب الدكتور عبد الربو مفتاح مشروع المساعدات الإنسانية في مجالات الإيواء والقذاء ومياه الشرب النقية المقدمة من قبل دولة الكويت الشقيقة بإشراف مؤسسة رحمة العالمية وتنفيذ التواصل للتنمية الإنسانية أشهد وكيل محافظة بالدعم الإنسانية المقدم من قبل الشقة في دولة الكويت ندشن اليوم مع الأخوة في التواصل ما تقدمه أخوتنا وأشقاءنا في دولة الكويت الكويت إلى جانبكم عبروا مؤسسة الرحمة يستهدف منها ألفين أسرة من الذين تضرروا في الحرب الأخيرة من الميليشيات الإنقلابية الحوثية والذين أيضاً وهاجروا من أكثر من مخيم إلى مخيم نزوح آخر هذه اليوم الحملة من مؤسسة الرحمة وتنفيذ الأخوة في التواصل هي استمرار لحملة الكويت إلى جانبكم هذه المواد الغذائية والإيوائية ستخفف المعاناة على أولئك النازحين الذي نزحوا في الشعاب وفي الأودية وفي مخيمات النزوح فنقول لأخوتنا وأشقاءنا حكومة ودولة ومحسنون وأيضاً جمعية الرحمة التي لا تألو جهداً في تقديم خدماتها لأولئك النازحين في ظل ظروف استثنائية سيتم تجاوزها قريباً وأبناء الشعب اليمني لن يلسوا مثل هذه اللفتات الإنسانية من أخوتهم وأشقاءهم في دولة الكويت العمل التكاملي والجهود المبدولة في المجال الغاثي من قبل مؤسس التواصل لتنميل إنسانية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين مثل مرتكزاً أساسياً للتخفيف من معاناة النازحين يتم تدشين المواد الإيوائية المقدمة من الأشقاء في دولة الكويت نشكر الأخوة في الأشقاء في دولة الكويت ملكاً وحكومةً وشعباً على ما يقدمونه للنازحين في محافظة مأرب ونشكر جمعية الرحمة العالمية ومؤسسة تواصل على تنفيذهم لهذا المشروع يتكون المشروع من 600 حقيبة إيوائية و600 سلة غذائية لصالح النازحين المتضرين من الأحداث في محافظة مأرب كما يشمل توزيع 180 تنكر مياه من المياه الصالحة الشرب لصالح النازحين أيضاً من ضمن المشروع 110 مشروع مدر للتخل لصالح النازحين المتضرين من الأحداث حتى ننقل الأسر من الاحتياج إلى الانتاج المعونات والمساعدة الإنسانية المقدمة للشعب اليمنية من أقبل شقة في دولة الكويت الشغيرة ترجمة حقيقية لاواصل أخوة وعمق العلاقات بين الشعبين الشغيغين لقناة عدن الفضائية محمد جداسي محافظة مارو افتتح وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام حفريش الكثيري مشروع عادة تأهيل الدور الأرضي بهيئة مسشفى سيئون العام وإضافة 30 سرير جديد وتأثيث القسم بصورة شاملة وفي الافتتاح عبر الوكيل الكثيري عن شكره لكافة الجهات التي عملت على إنجاز المشروع والذي سيعمل على زيادة القدرة الاستعابية للقسم مجيراً إلى أن سلطة المحلية بالوادي والصحراء تعمل على تنفيذ خطة شاملة لزيادة قدرات هيئة مسشفى سيئون بكافة أقسامها لتقديم خدمة طبية أفضل للمواطنين بدوره أوضح رئيس هيئة مسشفى سيئون أنيس عديد بأن المشروع تاح افتتاح أقسام جديدة للترقيد والتغذية والعزلة وغرف عناية مركزة للأطفال بسعة أربعة أسرة سيتم تجهيزها خلال الفترة المقبلة اختتمت في العاصمة المؤقتة عدن فعاليات الورشة التدريبية حول حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين والتي نظمتها منظمة تجديد بدعم مؤسسة فريد ريتش الألمانية لمنتسبية الضبط القضائي بمحافظة أبيان مزيد من التفاصيل في التقرير التالي عبر القاضي فهيم الحضرمي رئيس منظمة تجديد عن افتخاره بالمستوى الذي أبداه الضباط المشاركون في ورشة العمل الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق المحتجزين والتي نظمتها منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية بالتعاون مع مؤسسة فريد ريتش الألمانية على مدى ثلاثة أيام وقال القاضي الحضرمي خلال اختتام الورشة أن ثلاثة أيام من العمل المتمر والرائع انعكست إيجابا على مستوى سلوك الضباط ورسخت لديهم العديد من المفاهيم التي من شأنها خدمة المحتجزين والحفاظ على حقوقهم القانونية المكفولة هذه الحقوق التي ينبقي احترامها والتي لا تتعرض أطلاقا مع مهامنا ووظائفنا بل إنها تؤكد أننا وصلنا إلى مستوى من الرغي والتقدم نحافظ فيه على أمن المجتمع وعلى حقوق الإنسان الدورات هذه تتكون أولا من مصطلحات ومفاهيم معروفة حول حقوق الإنسان ومتصلة بعملنا في وزارة الداخلية ومأمر الضبط لغضايا في مكافحة القليمة وصيانة حقوق الإنسان تعرف على القوانين الوطنية والمعايير الدورية التي تنظم هذه الأمور وتمنع التعذيب وتعزز من الجانب الأخلاقي في العملنا رئيس مؤسسة فريدريش محمود قياح أكد أن المؤسسة ومن خلال النتائج التي خرجت بها الورشة ستعمل على مواصلة دعمها في هذا الاتجاه وبما يخدم تطوير وتأهيل ضباط الضبط القضائي في محافظة أبيان ويعطي المحتجزين المزيد من الحقوق أثناء عملية الاحتجاز مؤسسة فريدريشيبرت بدأت ببناء قدرات ضباط قوات الأمن منذ العام الماضي ضمن البرنامج الإقليمي للأمن والسلام في الشرق الأوسط دربنا 360 ضابطا وضابطة في خمس محافظات بدأ من تعز مرورا بلحق وشبوة وحضرموت الوادي والساحل ثم مارب وهذا العام نستكمل بناء قدرات ضباط الأمن في كل من عدن وأبيان والضالع بتدريب 180 ضابطا وضابطة من جانبه أكد مدير عام التدريب والتأهيل ووزارة الداخلية العميد عبد الكريم النوم أكد أن الوزارة سوف تعمل على تأهيل منتسبيها في جميع المجالات منوها إلى أن الشراكة مع المنظمات والمؤسسات العاملة في هذا الميدان حققت الكثير من التقدم في هذا الاتجاه هذا ناتج عن القهد الذي بدل في شائر مارس الذي كان مرتب له ست ورشات مستهدفة محافظة الضالع عدن أبيان وبنسبة 20 ضابط لكل محافظة بعدد إقمالي 40 لكل محافظة طبعا الجهاز الأمني بعد الحرب الأخيرة تعرض لانهيار مراغي استدريبية وعدم تأهيل المنظمات ما غصرت منها منظمة فريدريتش في تقديم تأهيل وتدريب وقد استهدفت عدة محافظات سابقا والآن عملنا منظم مع الزارة الداخلية مع المنظمة في تدريب وتأهيل مجموعة من الضباط وحسب الإمكانيات والبرامبق المقترحة من قبلهم المدى الفائدة التي يكسبها الأفراد من هذه الدورات عندما يتأهل الفرد يعرف كيف يتعامل مع المواطن يعرف كيف يتعامل مع الحدث يعرف كيف يتعامل مع كل عدور حوله من أشكاليات ويتعامل معها ويعاليها بطرق سلمية وصحيحة وفي ختام الحفل تم تكريم المشاركين بالشهادات التقديرية نظير مشاركتهم في هذه الورشة بدورها قامت وزارة الداخلية ممثلة بقطاع التدريب والتأهيل بتكريم منظمة تجديد للتنمية والديمقراطية ومؤسسة فريدريتش الألمانية لجهودهما في دعم عملية التأهيل والتدريب لمنتسبية الوزارة نبيب محمد علي لقناة عدن الفضائية العاصمة المعقدة عدن نظم مركز اللغة العربية للتدريب والتأهيل بجامعة عدن صباحية شعرية للشاعر أسامة المحوري حيث قدمت قراءة نقدية في ديوان الشاعر المحوري تحت عنوان هدهد وألف نبا قدمها الدكتور عبد الحكيم باقيس وسعرض الشاعر المحوري عدد من الأبيات الشعرية من ديوانه الذي يعتبر باكورة موهبته الشعرية بشكل العمودي إلى ذلك أثنى رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لسور على موهبة الشاعر الشاب أسامة المحوري واصفا ديوانه الجديد بأنه إضافة جديدة ونوعية للشاعر العمودي مؤشيدا بتجربته الشعرية التي حملت مضمونا فريدا ونوعيا وإنسانيا يجب الاستفادة منها من قبل الشعراء الشباب كرم رئيس جامعة عدن رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لسور عميد كلية الطب والعلوم الصحية السابقة الدكتورة سوسا با خبيرة وذلك خلال حفل تكريمي نظمته كلية التمريض في جامعة عدن شارك فيه كافة عمداء الكليات الطبية ورؤساء المركز والأقسام العلمية في الجامعة والكلية وكذا الموظفين المنتسبين لكلية الطب وخلال التكريم أشاد رئيس جامعة عدن بعطاء الدكتورة بخابير العلمي متمنيا لعمداء الكليات وجميع أساتذة الجامعات تحقيق المزيد من النجاحات في مجال عملهم العلمي والأكاديمي والإداري من جانبها شكرت العميد السابق لكلية الطب والعلوم الصحية رئيس جامعة عدن وعمادة كلية التمريض على هذا التكريم اختتمت في مديرية خنفر في مديرية خنفر بمحافظة أبيان دورة تدريبية في مجال بناء القدرات لجمعيات مستخدمي مياه وادي بناء نفذتها مؤسسة التطوير للتنمية وبتمويل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاوة وفي اختتام الدورة أكد مدير عام مديرية خنفر ناصر المنصري أهمية التدريب في مجال إدارة الموارد المائية للجمعيات داعينا المشاركين إلى تطبيق ما تلقوه من مهارات على الواقع الميداني كما أشهد المنصري بنشاط مشروع ترسيخ دور المرأة في بناء السلام في وادي بناء بخنفر وفي إطار المديرية وأكدا تسهيل السلطة المحلية في المديرية لنشاط أعمال المشروع متمنيا للجميع التوفيق والنجاح من جانبه أشار سامح أثمان منسك مشروع ترسيخ دور المرأة في بناء السلام إلى أهمية تفعيل دور المرأة في بناء السلام وحل النزاعات في المجتمع المحلي بحث رقاء في المكلة ضم قائد قوات خفر السواحل رائد بحري ماجد أبو بكر العوب ثاني ومدير عام مكتب وزارة الصحة والسكان بساحة لحضر موت محمد الجمحي الإجراءات الموحدة للحد من تفشي الموجة الجديدة من فيروس كورونا عبر المنافذ البحرية وتطرق اللقاء إلى آلية تنفيذ المنافذ البحرية للحد من تفشي الوباء مؤكدين أهمية تأهيل وتوعية الكادر الطبي الخاص بقوات خفر السواحل من قبل مكتب وزارة الصحة وتفعيل فريق الترصد الوباء لمكتب الصحة في مناء الشحر كما أقرى الاجتماع إجراءات بحق السفن والعبارات الواصلة من المياه الإقليمية والمياه الدولية والسقطرة وإلزام مرتادي المشروع الرابع وميناء الشحر والقرين بالتقيد بالإجراءات الاحترازية قبل دخولهم البوابة وتجنب الإزدحام نظمت جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية بتنسيق مع جمعية الفرقان لخدمة القرآن بحضر موت ملتقى التجارب القرآنية بمحافظتي حضر موت وشبوة وهدف الملتقى إلى إبراز نشاط المؤسسات القرآنية والجمعيات ودورها الريادي وتعريف المجتمع والوسط الأكاديمي بتجارب القرآنية المحلية سعيا لنيل شرف خدمة القرآن الكريم وفي افتاح الملتقى أشار القائم بأعمال رئيس جامعة القرآن الكريم حسن باسواد إلى أهمية الملتقى في تبادل الخبرات بين المؤسسات القرآنية من خلال إبراز قصص نجاح لتلك المؤسسات موشيدا بشراكة الفاعلة بين الجامعة وجمعية الفرقان في تنفيذ البرامج والمشاريع القرآنية النوعية إلى ذلك أوضح رئيس جمعية الفرقان لخدمة القرآن بحضر موت مبارك قصعور بأن هذا الملتقى يأتي في إطار نهج الجمعية في تقديم الخدمة القرآنية عن طريق تفعيل شراكات وتحديث آلية العمل القرآني من خلال رعاية التجارب والبرامج القرآنية الإبداعية أحيات إدارة الثقافة بمديرية تريم فعالية الذكرى الثامنة عشر لرحيل الشاعر الغنائي محفوظ صالح بحشوان وخلال الفعالية التي أقيمت في مسقط رأس الفقيد بمدينة تريم أشهد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوالي والصحراء عبدالهاد التميمي بما قدمه الفقيد من أعمال غنائية خالدة مشيرا بأن الساحة الفنية خسرت في سنوات الماضية العديد من المبدعين غير أن الساحة الحضرمية لا تزال ولادة بالمواهب والمبدعين مشددا على ضرورة الاهتمام بالمبدعين في كافة المجالات الإبداعية فيما أوضح مدير عام مكتب وزارة الثقافة بالوادي والصحراء أحمد بن دويس ومدير إدارة الثقافة بمديرية تريم عبدالله بن حميدان بأن إحياء ذكرى رحيل الشاعر باحشوان يعد وفاء وعرفان للشاعر والراحل الذي أثر المكتب الفنية برواء أعماله الفنية الخالدة منوهين بأن مكتب الوزارة يسعى إلى طباعة أحد دوابين الفقيد عبر صندوق التراث والتنمية الثقافية بمحافظة حضرموت إلى ذلك أشارت كلمة لأسرة الفنان الراحل ألقاه نيابة عنهم محمود باحشوان إلى ما كان يمثله الفقيد من دور إبداعي لافتا بأن الفعالية تأتي للتذكير بما قدمه الفنان الراحل للفن والوطن من نتيجات ستبقى خالدة هذا وقد تخللت الفعالية تقديم وصلاة راقصة من التراث الشعبي ونماذج وروائع الفقيد الغنائية قدمها نخبة من الفنانين نالت جميعها إعجاب الحاضرين انتهت النشر المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية شكرا للمتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة